تسعمائة وتسعة عشر لغما تم نزعهم من عدة مناطق في تعز ولحق ومارب من قبل برنامج مسام لنزع الألغام التابع لمركز الملك سنان ضمن خطة للبرنامج لنزع قرابة مليون لغم زرعه الحوثيين في المناطق المحررة حتى الآن منذ تأسيس البرنامج نهاية يونيو الماضي وكالة وام نقلت عن مدير المشروع أسام القصيبي قوله أن البرنامج انتزعت تسعمائة لغم خلال أسبوعين فقط نظرا لكثافة الألغام المزروعة من قبل مليشي الحوثيين مشيرا إلى أن 288 لغما من صنع إيران متعدد الأنواع والأحجام بالإضافة إلى ألغام محرمة دوليا وألغام مصنعة محليا ووفقا للبرنامج فقد رصد سقوط الفا ومائتين ضحية غالبيتهم الأطفال قرأ هذه الألغام التي لا يسلم منها بشرا ولا حجر لكن المتتبع لسير عمل البرنامج البالغ كلفته أربعين مليون دولار فإن الوقت الذي يستغرق نزع الألغام من تعز ولاحق ومأرب والقوف والضالع والبيضاء قد يحتاج إلى أكثر من ألف أسبوع بإمكانات البرنامج السعودي وبحسب مؤسسة أبحاث التسلح في لندن فإن إيران زودت الحوثيين بمعدات تقنية لصنع الألغام في وقت مبكر قبل الانقلاب عبر السفينة الجهان ومنافذ التهريب وأنها زودتهم بتقنيات تمكنهم من صناعة الألغام مموهة بأشكال صخرية وترابية تناسب التروب المحيطة وأشارت الدراسة إلى أن تكلفة زرع الألغام لا تتقاوز 3 دولار فيما تكلفت عملية نزع اللغم الواحد قرابة 100 دولار وهو ما يعني أن تحديات نزع الألغام ستكون من أصعب المهام التي يتوقب على الحكومة القيام بها لكن شح الإمكانيات والافتقار إلى المعدات والآليات اللازمة لنزعها تجعل من إمكانيات عودة النازحين إلى مناطقهم مستحيلة وترفع من معدلات ضحايا الألغام اشتركوا في القناة